دكتور حباك اتكلمت في نقطة مهمة جدا اللي هي مصر بوصفها اللاعب الرئيسي في القارة الافريقية بتقدم دعم لدول الافريقية بشكل عام ولدول حوض النيل بشكل خاص كلمت عن مشاريع تنموية دور هذه المشاريع دور الدولة المصرية في دعم الدول الافريقية في تثبيت ركائن الدولة المصرية كرائدة في القارة الافريقية الحقيقة يمكن قد تكون شاية مجروحة لان انا من ابناء مدرسة الرئي المصرية يعني مصر بتقدم مشروعات في منتهى الاهمية للدول الافريقية واكملنا ان البرنامج وتلميزون المصري يذهب الى كينيا وغندا وتنزانيا والدول الافريقية اللي بنقدم مشروعات سواء لمياه الشرب ونقيم ايضا سدود ليس لدينا مشكلة مع السدود ظلما بتتم بتعاون وتنسيق في دور اخر مصر تقوم به هذا العام ان احنا رؤساء لمجلس وزراء المياه الافرقى على مستوى افريقيا كلها فمصر تعبر عن المياه في افريقيا امام المنظمات الدولية والدول المنحة وضع اولويات المشروعات التدريب انا عايز اقول ان احنا يعني مصر انشأت مركز لتدريب الافريقي وهذا المركز قام بتدريب اكتر من 200 باحث ومهندس افريقي حتى الان لدينا خطة خلال 3 عامل قادمة ان يتم تدريب 2000 مهندس وباحث افريقي فطبعا دي خطة طموحة وده شيء طبيعي للدور المصري اللي بتقوم به الدوائر المصرية المعروفة الدور المصري بتقوم به في القارة افريقي طيب حضرية كنت لست بتتكلم دلوقتي انه يعني احنا لازم يكون فيه تعاون او مصر بتحث على التعاون ما بين دول حوض النيل لمواجهة التحديات خليني اقول اللي بيواجهها الدول من ازمة المياه والتغيرات المناخية موقف دول حوض النيل هل الدول الاخرى المشاركة تعي هذه الازمة الكبيرة يعني عايز اقول لحضراتك المواقف مختلفة المواقف مختلفة لكن اليد المصرية ممدودة لكل الدول بتعاون وده اللي احنا دايما هذه الرسالة المسوقة في جميع المحافل الدولية ندعو لتعاون ان كمية المياه تكفي الجميع باقامة مشروعات وبالتالي لبعض الدول مش متضررة بالشكل اللي احنا ممكن نكون متضررين بيه ما حدش متضرر اكتر من دول المنبع مصر والسودان وبالتالي اخذ الشواغل دول المصب دول المصب مصر والسودان اخذ الشواغل المصرية والسودانية في الاعتبار ده شيء في ممتع الهمية يعني لازم نؤكد ان مصر والسودان عدد سكانهم هو اكثر من او يساوي عدد سكان باقي دول الحوض النيل يعني بتكلم على 160-170 مليون نسمة في هذه الدول فبالتالي لابد من اخذ الشواغل المصرية والسودانية في الاعتبار عند اقامة اي مشروعات والنظرة التكملية هي النظرة التي تتفق مع القانون الدولي وتتفق ايضا مع الاسلوب الامثل لتعاون مع حوض الانهار يعني حوض النيل ليس هو الحوض الوحيد على مستوى العالم العالم يعني مليء باحواض الانهار وفيه يعني خبرات سابقة في التعامل مع تلك الاحواض ومع وجود مشكلاته مع اقامة سدود لنحن لا نطلب شيئا فريدا ما يتم في احواض كثيرة على مستوى العالم نطلب تطبيقه في حوض نهر النيل اشتركوا في القناة